شوفي كيف أعمل لي شعراتي والله الحلاء ما بيفهم يعني كل اللي طلبتوا من الزلم إنه يعملي ثلاث وردات هون وهون وهون وبلشت فلسف وقال ما بيطلعوا حلوين بلا ما كانوا أحلى شوفي أعمل لي موديل ما حلو بلا تطلعي شو هاد الموديل والله ما عني فهماني ونير مين ما أجت قديش صارت الساعة وشو بضي يصير هلا خلوق صار بعاتلي ست بوكيتات ورد كل واحدة أحلى من الثانية وأنا قاعدة عم تستنى نيرمين لأنه عساسة تجيب لي واحدة هلأ بديطلعوا يديي فاضين وقمشي هيك يا سينا لا تعملي هيك بحالك بعد شوية رح تجي نيرمين وبعدين والله شعرتك طلعين كتير حلوين ليش عم تطلعي هيك شوفي رفيف شو عاملة بشعرك شو عاملة والله ما بعرف شو عاملة بس كتير عم يلمعوا عملتين لهم حمام زيت مو هيك ايه عملتلول وليش ما حكيتي كننا عملناهون والله يعريت شعراتي مثلهم بيجننوا حلوين كمان راحت الحمرة أنا معي قلم حالة تعرفي أنا شو قلتلولا هذا تبع المكياج حط طبقة من البودرة وفوق طبقة من الحمرة هيك بتطول بس مارد اليوم اشتريت عن السوفر ماركت خدي حطي قدمع بدي يلا حطي هون رو اي يا سمين بسانية مشان الله شغلي مخيك ووشي كله إذا انت منتبها معمولة عند واحد كتير شاطر ومختص بروفيشينال بالمكياج نحنا جايبين واحد وعطينه هداك المبلغ مشان يحطلي مكياج اليوم وانتي جايبتيلي معاك قلم حمر رخيص أبصر شو ماركتو ما بشتري بفرنجين وبيديك حط منه بيوم عرسي وانزعوا له المكياج فوق ما طعلعت لك يا مش عنا تحطي منه بسيطة رح اسكت لأنه عرسيك فعميني شوفي يا الحمرة شايفة هاي نيرمين ما شرفت له هلأ أنا بفتح شوفوا مين جا معقول رفيقتك تتركيك بلا بوكي ورد نيرمين نيرمين ألف مبروك أنا اللي لازم بارك لك الله يجعل جواس تدهر نيرمين انت حامي صبي ولا بنت قولي بسرعة قولي قولي طيب ليش ما قلتيننا من قبل ولا يا جماعة أذبتكم الحقيقة أنا كتير خجلت بعد هالعمر وليش لتخجلي في أحلى من هيك مفاجأة كتير لا بقلك يا بنات انتو بتعرفوا بالفترة الأخيرة صار معي كتير مشاكل ومتأخر لا عرفت ما حبيت لكم بالتليفون روح هالمفاجأة عن جد هي مفاجأة بتاخد العقل غالي مصدقة يا روحي انتي يا أهلي وسهلي أهلي وسهلي خالبان بتكون أبولا المرشح يعني أبولا العريس مو وأنا أمار وزينا خانم بتكون من أعاس رفقاتي وجارتي بالحارة كمان ألف مبروك مرة تانية وبتمنى تكون جازة الدهر إن شاء الله اللي عما هي اللي سيح لقيت خالة ماجدة خالة ماجدة مرحبا شفتك من أول ما فتت نحقع جنبك هون يا بلد شو اللي جابك على العريس؟ يا روحي طالع بتاخدي العقل يا زيزي ما شاء الله كأنك أول مرة بتتجوزي يا عمري يعني أنا قصده طالعة مثل الأميرات مو بس عروس ما شاء الله أنا شايفة هالمرة رح تكوني مبسوطة كتير والله يا زيزي رح تكوني كتير مبسوطة لك حاجة تقولولي إني رح كون مبسوطة يا بنات أنا حاسة إنه هذا العريس مو؟ يمكن أنا رح أفتح شو متحرسين؟ مرحبا أه، إجا العريس أهلين؟ يا روحي إنتي رح تنبسطوا مع بعض إن شاء الله نحنا لازم نترككم لحالكم تفضل أهلين وسهلين مرحبا الله يطمون لكم على خير نشوفك حبيبتي زينة طالعة كتير حلوة عم تبكي كأنه؟ لا، يعني هدول الدموع نزلوا من الفرحة، الدموع الفرحة دول من كتير معني مبسوطة يا عمر ينتي حسنة الدموع ابنتي حاش تلعبي فيا لأنه كتير طالح هلوة الله يقصفها عمرا شو اللي جابها هاي خير شكي أمل هون شو اللي جابها عن جد هاي وحدة ما عندها حياة بنوب بنوب زينة بتعرف انه جاي على عرسها زينة اذا عرفت انه هالمخلوقة هون رح تلفلها شعراتها وتدعاسها برجلية قليلة أدب زينة و أمل متخانئين يعني آه هاي ما بتعرفش هي لسا اسمعي بتعرفي أمل شو عملت هيا ولو اي ومن زمان وبتعرفي شو اللي صار حامل طلعت حامل من له اي بس انه مو متجوزين يا عيب الشوم ومبارح زينة هجمت عليها بنص الليل وبالزور قدرنا نهديها هاي أمل واحدة وصخة وبلا أخلاق لا تتطلعوا عليها بلا شوفتها لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها اشتركوا في القناة